عملية تنظيمية وانك بتشوف الافضل لك. وعلك البديل. اه اه دي امور. طب فنية لقى سوز ايمان يعني خلينا يعني الكلام بقى فنيا في امام عشور. ووجوده في النادي الاهل. لأ هو امام عشور ما نقدرش نهدم حقه فنيا هو من من افضل اللاعبين في في الدور المصري. طب قبل انتكمل بس الناس طبعا عشان في عملية التشكيك في الصفقة قال لك ده بصابة اصابة مزمنة. لا انا بص الاصابة ممكن يكون فيه اصابة بس هل الاصابة اه قابلة للعلاج. واحد عنده برد. اصابة عضلية. هل هي 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 مزمنة او غير مزمنة ده هيتضح بقى في الايام اللي جاية. اه. مش هادة لا ما هيحكم عليه. تعم. لانه فيه جهاز طبي في النادي الاهلية. كشف الطبي. الكشف الطبي. تم اه وكان فيه كلام حتى مع الطبيب المنتخب الوطني. على اساس قال مدى اصابته. تمام. لكن هو فنيا لا هو اضافة للنادي الاهلي طبعا. في مكانه وفي مركزه. وكزي ما هو كان اضاف نادي الزمالك. ولما استغنى عنه نادي الزمالك كل جمهور نادي الزمالك كان حزين. لانه انه انت ازاي واخد بطلتين دوري. وتطمح انك انت عاوز كنت مسلا تحافظ على تفوقك. وافريقيا والكلام ده. وبتستغنى عن افضل لعيبة عندك. يعني انت مش ريت امام عشور. بعد ممكن تلات لعيبة من الافضل. طريق حامد اه اه. بن شارقي. اه. انت بتفرغ اللعيبة النادي الفريق من النجومه. وفي نادي وقدامك نادي تاني. بيصعى لتدعم صفوف. حركة الانتقالات. خلي بال حدثك يا. ده صحنا تعاوننا. وانت تعلم ده اكتر مني. هي حركة مستمرة. بمعنى ايه. انه ممكن اللعيبة بلسه عقده معاك. مستمر. بس بيجيله عرض بيعرضه عليك. لو انت وافقت. بتوافقه وبيمشي. يعني باستمرار فرق كرة القدم. بتتغير. يعني بتغير جلدها. طبع. بس انا نفسي. وهو النادي الاهلي السنة دي. غير السنة اللي فاتت ولا قبلها. بالزبط. يعني الوضع اختلف. وهو النادي الزمالك من سنتين غير دلوقتي خاص. هو هو. فقد الاهلي. لبطولة الدوري. موسمين متتاليين. اه. خلات بيفكر كده. وبرضه النجمة انه اللي كانت بيرددها البعض انه. اه اه. في مؤامرة عن النادي الاهلي في. لا. هو كان فيه خطأ داخل النادي الاهلي. لابد انه نعترف بدا. اه. الزمالك مفاشي ببطولة الدوري. الموسمين الماضيين. اه. بمسندة الدولة او بمسندة الحكام زي ما كان بيتردد. اه. لا كان فيه. انت عندك مشكلة في النادي الاهلي. انت حاليا. اه. يعني. حلتها. واشتغلت على. واشتغلت على مهالجة النواقص اللي عندك وبيددعمها. اه. اه. الزمالك لما يجي ان نقول خسر الدوري السنة دي. انت ما تلومش غير نفسك. انت كان عندك لعيبة. وانت اللي الاستغنيت عنه. ثانيا ما عملتش اي حاجة. ثانيا عندك مشاكل. مه. من هنا اللي زي ما بقوله اه. مش عارف اقوله فين يعني. اه. اه. ازمات مالية. وازمات قضايا. وازمات اه. اه. حجوزات على الارصيدة وكلام ده. طب انت بتعمل ايه. لا فيه دعم ولا فيه تسويق ولا فيه أرصيدة قادرة تصرف منها وفي نفس الوقت انت بيبيع لعيبة وبيتجيب لعبين أقل منهم فنيا يعني أنا لما أبيع مثلا النادي الآلي استغنى عن حمدي فاتحي بيفكر في مين اللي يملى المكان انت مشيت من شرقي ومشيت طرق حامد ومشيت إمام عشور جبت مين يصد أماكن الناس دي ما جبتش فأنا شايف بس أنا لنفسي نفس الجمهور يتقبله بقى إحنا بلاش أي لعيب من الآله الزمالك يخرج ما نقولش عليه ده خايد ده عميل ده مأجور ده مش عارف لا لأنه في لغة الاحتراف مفيش الكلام ده اللعيب أنا قدامي مصلحتي أنا بنظر اللي هيأمن لمستقبلي ومستقبل ولادي وهيديني حقوقي وردبي في مواعيد محترمة أو في مواعيد سابتة منتظمة منتظمة بقدر أمشي معها لا وبعدين التاريخ للنادي الأهلي وجودي فيه يعني حاجة يعني مختلفة كمان يعني مش هقول إنه الاهلي احنا قلنا إنه يعني فيه حاجات أفضل بالكثير للظروف اللي بيمروا بيانادي الزمالي لكن ما نقدرش نقلل من قيمة نادي الزمالك والجمهور لا مش تقليل طبعا لا يعني